عمل تاريخي ذخم للغاية وصفه رواد السوشيال ميديا بأنه ينافس الأعمال العالمية من حيث التصوير كنت تتوقع خلال كواليس هذا العمل بأن المنتج الأخير سيكون بهذه الضخامة بسحارتك واللهم لك الحمد ولك الشكر هو العمل المكتمل للعناصر إحنا مش بنفكر إن إحنا ننافس المستوى العالمي أو أو لأ إحنا بنفكر إن إحنا كل حاجة تاخد حقها يعني لا حاجة زيادة أوي ولا حاجة قليلاوي إحنا الميزة في المسلسل إن إحنا عندنا نص قوي جدا عندنا المتحدة كشركة كبيرة جدا بتنتج هذا العمل من خلال شركتين كبار العمل الفني النص أهم شيء فهم عاملين إنتاجين ما بخلوش على العمل بس طبعا كل الحاجات دي أهم حاجة فيها إن نبقى النص جيد الورق جيد أنا ممكن أعمل جرافيكس حلوة أوي بس الورق مش تمام ممكن أعمل إنتاج ضخمة بس التمثيل مش كويس فهي العناصر العمل الفني لازم تكون كلها مكتملة مع بعض وده الحمد لله متحقق وإحنا يعني برة الأعمال دي بيتصرف عليها مليارات إحنا البودجت بتاعنا قام زينية معقولة بس إحنا في حدود ده إحنا عاملين شيء نتشرف به قدام المشاهد المصري والعربي عندما يكون العمل ضخم تكلفة إنتاجية كبيرة جدا يتطلب كذلك طاقة مجهود كبير من قبل الممثل هل هذا ممكن أن يجعل ياسر جلال له مخاوف من العمل أو ممكن يحمسه أكثر لهذا العمل أنا طول عمري الحمد لله واخد على الشقة يعني أنا بتعب على شغلي ببزل مجهود منيش ممثل زي بيقوله يعني بيحب يتدلل زي ما بيقوله يعني لأ أنا بتعب على شقة وشغلي وأنا همي مش النجومية أو المادة أنا همي شغلي يعني إن أنا عامل شغلي أتقنه وعمل عمل أنا راضي عنه ورضايا عن نفسي بعد رضا ربنا طبعا هو ده الفايصل بالنسبة لي يعني ممكن كل الناس تقول لي ياسر أنت كنت كويس وأنا حاسنا أنا مقصر فهنا أنا بقى مدهي والعكس صحيح لو أنا حاسنا عملت اللي عليا وأن أنا كنت كويس والناس قلت لي ياسر أنت أخفقت أو كده لا أنا اللهم لك الحمد أنا بزلت كل طقتي فأنا راضي عن نفسي فأنا الفايصل هو أو الترمومتر هو رضايا عن نفسي اليوم في دراما رمضان نرى هناك تنوع كبير في الأعمال هناك أعمال تراجدية أعمال اجتماعية كوميدية تاريخية حرصت الشركة المتحدة على هذا التنوع لإرضاء كل الأذواق كيف ترى هذه المنافسة في الأعمال المطروحة لدراما رمضان وكيف ترى كذلك المسار الذي اتخذته الشركة المتحدة في التنوع والتمييز بالأعمال التي تقدم طبعا أنا بحيي الشركة المتحدة لأنها بصراحة مقدمة مائدة عميرة من الأعمال المتنوعة وهي بتحرس على ده طبعا بقالها كم سنة كل سنة الشركة المتحدة بتتقدم أكتر ظهر السنة دي في جرأة في أنهم بينتجوا مسلسلين الحشاشين وجودر بمزينات كبيرة مسلسلين يعتبروا تاريخيين يعني أحداثهم قديمة فليهم ملابس وديكورات وأكسسوريز وجرافيكس وكده فدي خطوة إيجابية جدا للشركة المتحدة بإضافة إلى كم من الأعمال المسلسلات الاجتماعية والكوميدية اللي الشركة المتحدة بتنتجها السنة دي ده إثراء وغنى للدراما المصرية آآ أنا سعيد به ده مسهل إن الشركة تعمل هذا الكم من الأعمال فبحييهم طبعا آآ وأتمنى إن السنة جاي بقى مزيد من الأعمال آآ وبجد الشركة المتحدة ما بخلتش على أي عمل من الأعمال دي فأنا بحييهم جدا جدا يعني غير مسلسل جودر ما هي الأعمال التي تحضرها في شهر رمضان حشاشيني ممكن أكتر حاجة شفتها ومش أعمال جيد جدا محترم وبحيي كريم عبد العزيز وبيتر ميمي أستاذ عبد الرحيم الجمال وكل فريق العمل وفتح عبد الوهاب ووحمد عيد لأ كلهم ناس محترمين والأستاذ حسين عصر بس برضو ما يفوتنيش إن أنا برضو يعني أحيي كل الكرو جميع العاملين في مسلسل جودر وعلى رأسهم المخرج الكبير والأستاذ إسلام خيري على المجهود الجبار اللي هو عامل في المسلسل ده لأنه هو بصراحة بيقدم نفسه بشكل جديد وبيقدم نفسه بيطرح نفسه بقوة في العمل ده مسلسل جودر هو تحفة فنية أبدع فيها المؤلف والمخرج وأبدع فيها كذلك ياسر جلال فأقنع المشاهد بأدائه الصادق وكذلك ترك بصمة خالدة في وجدان جمهوره الذين يتوقون لمشاهدة هذا العمل ما سرك وما سر نجاحك أن أنا يعني بتوكل على الله قبل كل شيء حاطت ربنا سبحانه وتعالى قدامي مش بتدعي أن أنا قديس ولا حاجة أنا رجل عادي جدا بأخطئ وبأصيب بس دايما ربنا قدامي يعني طول الوقت بعد كده بقى مجهود 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 على كافة المستويات أهمها وأولها الاختيار أن أنا أختار إيه يعني إيه اللي نهقدمه إيه اللي نهعمله مفيش حاجة بعملها غير أن أنا بروح شغلي برجع بيتي مع أسرتي معظم وقتي بعد ما بخلص عادة مع أسرتي قاعد على الورق البتاعي بذاكره دوري بفكر فيه مهموم بشغلي مهموم هعمل إيه بعد كده هو شغلي هو نمرة واحد ونمرة عشرة طول الوقت ما عنديش حاجة تانية بعملها في حياتي غير شغلي يعني وعذرين أنا أسف لهاقوله وأنا طبعا ليه الشرف أطلع محارتكه في البرنامج في المحطة المحترمة دي بس أنا حتى موضوع الزهور الأعلامي أنا مش تناكة ولا حاجة لأ أنا يعني حاسة أنا هطلع أقول إيه وهطلع أقولت كتير كلام فأنا عايز أقول بشغلي يعني عايز العمل الفني يتكلم فطول الوقت أنا أهمي هو شغلي بس يعني والاختلاف إن أنا أبقى مختلف